عوامل التجلط Coagulation factors تلعب عوامل التجلط دورا هاما في وقف النزيف ومنع الأوعية الدموية التالفة من فقدان الكثير من الدم يبلغ عدد عوامل التجلط 13 عاملا رئيسيا يرمز لها بالأرقام الرومانية وهي كالتالي العامل الأول الفيبرينوجين وينتجه الكبد ويفرزه في الدم ليساعد على عملية تخثر الدم حيث يتحول الفيبروجين إلى شكله النشط فيبرين وتجمع على شكل شبكة من الخيوط لإغلاق الجرح العامل الثاني البروثرومبين عبارة عن بروتين يتحول إلى شكله النشط ثرومبين عند تشكل السداد المكون من الصفائح الدموية وهو المسؤول عن تحول الفيبروجين إلى شكله النشط فيبرن العامل الثالث الثرومبولستين أو العامل النسجي تيشو فاكتور ويوجد في الأنسجة وخاصة الدماغ والرئتين فهو ما تنتجه الصفائح الدموية والبطانة الغشائية للأوعية الدموية المتضررة ليحفز العامل السابع وهو البروكون فيرتين العامل الرابع أيون الكالسيوم لايونز الكالسيوم يوجد في البلازمة وتتمثل أهميته في تحفيز مجموعة من عوامل التخثر العامل الخامس طالعة الأكسليرين أو العامل العطوب ليبل فاكتور يفرز في الكبد ومهمته تحويل البروثومبين إلى ثيرموبين بمساعدة العامل العاشر السيتيورات العامل السابع البروكون فيرتين والذي يفرز في الكبد ولا يستهلك في عملية التخثر ويحفز العامل العاشر السيتيورات العامل الثامن ويعرف باسم المكافح لهيموفيليا الدم ألف أنتهيموفيليا فاكتور إي عبارة عن بروتين موجود في الجهاز الشبكي البطاني وربما الطحال وله دور كبير في عملية تخثر الدم العامل التاسع ويعرف باسم المكافح لهيموفيليا الدم باء أنتهيموفيليا فاكتور بي وينشط هذا العامل والعامل الثامن العامل العاشر العامل العاشر ويعرف باسم عامل ستيورت ستيورت فاكتور يصنع في الكبد مهمته المساعدة في تحويل البروثومبين إلى ثرموبين العامل الحادي عشر ويسمى أيضا تجلط بلزمة الدم المتقدم بلازما ثرومبو بلاستين أنت سيدنت ينشط العامل التاسع بمساعدة الكالسيوم وفي حال نقص هذا العامل يصاب الشخص بالهيموفيليا جيم العامل الثاني عشر ويسمى بعامل هاجمان هاجمان فاكتور ويحفز العامل الحادي عشر والبلازمين المسؤول عن تحلل الخفارات الدموية العامل الثالث عشر عامل استقرار الفايبرين والذي يثبت شبكة الفايبرين من أجل الحفاظ على الخفارات الدموية والآن ما هو دور عوامل التجلط تبدأ عملية تجلط الدم من خلال تفعيل مسارين مختلفين المسار الداخلي والخارجي إذ يؤدي كلا المسارين إلى إنتاج العامل العاشر X ويؤدي تنشيط هذا العامل إلى البدء بما يعرف بالمسار المشترك مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل تجلط الدم المسار الخارجي والذي يحفز الاستجابة لبروتين العامل النسيجي حيث يتم التعبير عنه عن طريق الخلايا التي توجد عادة خارج الأوعية الدموية فعند انفصال الأوعية الدموية تصبح هذه الخلايا ملامسة للدم ويقوم العامل النسيجي بتنشيط العامل السابع مما يؤدي إلى تشكيل العامل السابع فئة ألف والذي بدوره يحفز حدوث سلسلة من التفاعلات التي تؤدي إلى الإنتاج السريع للعامل العاشر X المسار الداخلي ويتم تنشيط هذا المسار عن طريق التعرض لإصابات داخل الأوعية الدموية إذ يبدأ هذا المسار عن طريق تنشيط المسار الخارجي حيث يمكن للعامل السابع فئة ألف بالإضافة إلى تنشيط العامل العاشر تنشيط العامل التاسع أيضا وينتج عن إنتاج العامل العاشر انقسام العامل الثاني وهو البروثرمبين إلى العامل الثاني فئة ألف والمعروف بالثرمبين والذي يحفز بدوره العامل الأول المعروف بالفبرينوجين إلى خيوط لازجة من الفبرين غير القابل للذوبان والمعروفة بالعامل الأول فئة ألف وفي غضون دقائق يبدأ عمل شبكة الفبرين بالتقلص مما يساعد على الضغط على محتوات السائل